بسبيع بانيو السلام عليكم هلا افريبادي اهلا ابنائي وبناتي وطلاب وطلبات صفر رابع الابتدائي هنكمل دلوقتي ان شاء الله منهجنا كنكت فور عندنا يانت ايت الوحدة التامنة واتصدى طايتل افذا يانت عنوان هاي we had fun يعني لقد استمتعنا نتكلم دلوقتي ان شاء الله عن lesson 2 واتصدى طايتل افذا lesson عنوانه اباوم اباوم يعني قصيدة هنتعرف دلوقتي على قصيدة كتبوها الاولاد عن رحلتهم في الصيف يلا نشوف الدرس بتاعنا ولو عايزين تشوفوا الدروس اللي فاتت هسيبها لكم باذن الله بسندوق الوصف هسيب لكم كمان رابط صفحة الفيس ويوتيوب وانستجرام ورابط قناة التليجرام يلا نشوف الدرس بتاعنا number one do you like going to the beach بيقول لنا هنا ايه هل تحب الذهاب الى الشاطئ زي ما احنا شايفين كده اصدقان هنا قاعدين فين on the beach على الشاطئ فبيسألني هل بتحب الذهاب للشاطئ طبعا هنقول يقول لنا ايه yes i do طب لو مش بحب هقول no i don't طيب what do you enjoy most الحاجة اكتر حاجة انت بتستمتع بيها وانت على الشاطئ طيب في رأيكم يلا هنقوله do you like going to the beach هنردن الياس ولا no نقول مثلا yes i do طب ايه الحاجات اللي انا بحبها what do you enjoy enjoy يعني يستمتع بي most يعني اكتر حاجة بتستمتع بيها ايه وانت على الشاطئ ايه الحاجات اللي ممكن نعملها on the beach على الشاطئ مثلا ممكن نقول اننا we enjoy swimming اكتر حاجة بحبها لما روح الشاطئ اننا اصبح بالبحر swimming حد تاني ممكن يقول playing football بحب بحب اخد الكورة والعب ناك على الرمل كمان ممكن نقول eating ice cream ممكن نقول انا بحب بروح هناك عشان اكل ice cream وانا اقعد على الشط حاجات كتيرة ممكن نعملها on the beach number two بيقول لي read and answer اقرأ وجاوب على الاسئلة what do you think the children enjoyed most هنقرأ دلوقتي upon يعني قصيدة الاولاد كتبينها عن رحلتهم في الصيف وبيقول لنا فكر كده what do you think the children enjoyed most تفتكر اي اكتر حاجة الاولاد اتبسطوا منها نقرأ مع بعض كده our trip to the sea trip trip يعني رحلة رحلتنا الى البحر what can you see here شايفين ايه قدامنا in this picture في الصورة دي this is a girl تمام is the girl happy هل البنت دي سعيدة قدامنا مبسوطة yes she's very happy وبتلعب كمان هي in the sea في البحر ومعاها كمان a ball بتلعب بيها وهي في المية نشوف كده بقى الاصدقاء كتابوا لنا ايه عن القصيدة بتاعتنا بيقول لنا ايه last weekend we went to damyata to see يعني الاسبوع نهاية عطلة نهاية الاسبوع الماضي رحنا على دميات damyata اللي هي دميات we went went يعني ايه يعني ذهبنا هنا went في زمن ايه past sample tense الماضي البسيط عشان احنا بنحكي حاجة خلصت خلاص last weekend يبقى عطلة نهاية الاسبوع الماضي حاجة خلصت يبقى ماضي بسيط عشان كده جبنا التصريف التاني للفعل go اللي هي كلمة went we went to damyata to see رحنا دميات عشان نشوف نشوف مين grandma and grandpa الجد والجدة who live by the sea اللي عايشين هناك by the sea يعني بالقرب من البحر كلمة by هنا معناها big war بالقرب من we swam in the water يعني سبحنا في المية which was deep and blue المية اللي كانت deep deep يعني عميقة وblue يعني لونها ازرق زي ما احنا شايفين we saw lots of fish شوفنا هناك lots of fish يعني الكثير من السمك شوفنا سمك كتير and an octopus octopus اللي هو ايه الاختبوط وهنا كلمة to يعني ايضا to لما تيجي في نهاية الجملة كده يبقى معناها ايضا grandpa caught a fish جدو استاد ايه سمكة which grandma made into a lovely dish اللي خدتها جدتي وعملتها حولتها الوجبة ايه جميلة lovely dish يعني طبق جميل معنى طبق هنا يعني وصفة الوجبة we ate the meal meal يعني واجبة اكلنا الوجبة and had a healthy dessert يعني بعد ما اكلنا الوجبة تناولنا تحلية صحية يعني حلينا باكلة بس صحية عبارة عن ايه الاكلة دي bananas apples and frozen yogurt يعني كاننا في التحلية موز وكمان apples التفاح and frozen yogurt اللي هو الزبادي المجمد بيبقى شبه الايس كريم كده we saw some old photos شوفنا كمان بعض الصور القديمة we saw some يعني بعض old photos الصور القديمة and sang a song وكمان غنينا اغنية but time was short لكن الوقت كان قصير time اللي هو الوقت وشورت يعني قصير the day wasn't long اليوم ما كانش طويل long يعني طويل we felt happy شعرنا بالسعادة it was a day to remember يعني كان يوم نتذكره يوم مش هننساه we will go again soon هنروح تاني قريب early september يعني في بداية سبتمبر ان شاء الله زي ما احنا شايفين الاولاد بيحكونا عن رحلتهم في الصيف في شكل poem يعني قصيدة طيب القصيدة دي يعني ايه قصيدة يعني الكلمات بتاعتها اللي في نهاية كل بيت في نهاية كل سطر هنلاقيها عاملة رايم رايم يعني قافية كده مشي مع بعضها على وزن واحد نقرؤها كده تاني من غير ما نترجم عشان نحس بانها poem قصيدة last weekend we went to Damieta to see grandma and grandpa who live by the sea we swam in the water which was deep and blue we saw lots of fish and an octopus too grandpa caught a fish which grandma made into a lovely dish we ate the meal and had a healthy dessert bananas apples and frozen yogurt we saw some old photos and sang a song but time was short the day wasn't long we felt happy it was a day to remember we will go again soon early September زي ما احنا شايفين تحسون فيها ايه رايم يعني قافية مشي على وزن واحد كل بيتين كل سطرين زي بعض بعد ما قرأنا الباوم بتاعتنا بيقول لي think and write فكر كده واكتب correct the sentences صلح الجمل اللي جاية دي صححها correct يعني نصحح الجمل then read the poem again and check بعدين نقرأ القصيدة تاني وتأكد من اجاباتك number one يعني عندنا جمل خطأ احنا هنصلحها they swam in the river الاولاد سبحوا in the river في النهر لا ده هم كانوا فين في البحر they swam in the sea يعني في البحر طبعا ممنوع استباحة in the river استباحة بتبقى فين بس in the sea number two they saw a jellyfish وهم بيحكونا قالوا لنا ان هم ما شافوا a jellyfish اللي هو انديل البحر لا طبعا او ما لهم ما شافوا ايه yes an octopus يبقى they saw lots of fish and an octopus شافوا اسمك كتيرة وكمان octopus يعني اختبوت they ate pizza اكلوا pizza لا اعرفنا ان هم ما اكلوا ايه they ate a meal that grandma made اكلوا وجبة عملتها لهم من grandma they had ice cream for dessert اكلوا ice cream في التحليل بتاعتهم لا اعرفنا ان هم ما تناولوا ايه they had bananas apples and frozen yogurt التفاح والموز والفروزن يوغيرت كتحلية صحية بديل للأيس كريم grandpa caught an octopus grandpa استد اختبوت لا اعرفنا ان هو استد ايه a fish grandpa caught a fish they saw some old videos يعني شافوا بعض الفيديوهات القديمة لا اعرفوا ايه شافوا ايه they saw some old photos صور مش فيديوهات they felt very sad كان بيشعروا بس بالحزن جدا لا طبعا كانوا فرحنين they felt happy the day was too long اليوم كان طويل اكتر من اللزم لا اعرفنا ان اليوم كان اساير the day was short what's the past simple form of these verbs جايب لي هنا بعض الافعال عايزني اجيب ال past simple form يعني صيغط الماضي البسيط منها then check with your partner فاكرين زي ما اتفقنا انه past simple tense الماضي البسيط بيتكون من ايه second conjugation of the verb يعني التصريف التاني للفعل زي الفعل see الماضي منه ايه so بنحفظ التصريف التاني زي ما هو طيب نشوف باقي الافعال بتاعتنا make make يعني يصنع الماضي منها ايه made تمام swim swim يعني يسبح البست منها swam eat eat يعني ايه فاكرين yes يعني يأكل البست منها eat go what does it mean معناها ايه yes يذهب البست منها went sing يغني البست منها sang is البست منها ايه verb to be was have البست منها had feel البست منها felt feel يعني يشعر catch هنا معناها يمسك او يصطاد البست منها caught يبقى ناخد بالنا لازم نحفظ تصريفات الافعال كويس جدا complete the sentences using verbs from exercise 4 عايزني اكمل الجمل اللي قدامي دي باستخدام الافعال اللي كانت قدامنا في التمرين الفت sometimes more than one option is correct number one i a great movie last night great movie يعني ايه يعني فيلم هاي الفيلم عظيم انا شاهدت فيلم يشوف فيلم يعني ايه يارى يعني ايه عدت علينا so i saw i saw a great movie number two i a cake الكيك الكيك هنعمل فيها ايه but i used salt instead of sugar بس استخدمت ملح بدل السكر it tasted horrible يعني كان طعمة فضيع ايه اللي ينفع هنا مع كيك i made a cake i had my swimming test yesterday i had يعني خدت امتحان السباحة بتاعي مبارح i ate 50 meters 50 متر بقنا ايه انا سبحت 50 متر سبحت يعني ايه i swam الماضي من swam swam i too much candy i feel sick candy الحلوة هعمل ايه في الكندي هاكلها هاكلها يعني ايه i ate ممكن تبقى هاد لان برضو هاد معناها يتناول i to the beach last year it was fun رحت على الشاطئ استنى اللي فاتت كان ممتع جدا ها نختار ايه زهبا زهبا يعني ايه i went to the beach زهبت الى الشاطئ we all a song in class today كلنا عملنا ايه الصونج الاغنية غنينا اغنية يغني في الماضي اسمها sang it was raining when i to school الدنيا كانت بتمطر لما انا كنت ايه رايح للمدرسة when i went to school i a wet حصل لي ايه اتبليت اسمها i got wet يعني اصبحت مبتل i very tired last night كنت تعبين الليلة الماضية كنت كان في الماضي اسمها ايه was او i felt شعرت بالتعب i felt very tired i to bed at eight o'clock ورحت على السرير الساعة تمانية i went to bed at eight o'clock يذهب للنوم يعني ايه go to bed والباست منها went to bed here are more past forms هنا كمان صياغ تانية في الماضي البسيط افعال زيادة والتصرفات بتاعتها match the present to the past form عايز نوصل الفعل في المضارع في present مع past form صيغة الماضي البسيط منه اللي هي التصريف التاني للفعل زي الفعل buy يعني يشتري الباست منها both طيب نشوف كده فعل اللي عندي كده عندنا نختار الاول اللي هو الافعال في المصدر واحنا نوصلها بالتصريف التاني forget forget الباست منها فين حد لمحه forget الباست منها forgot اللي هو ده بعد كده fly fly يعني ايه يعني يطير يا forget kat الاول كانت يعني ايه يعني ينسى طيب fly يطير fly الباست منها اسمه ايه flu فين flu ايوه نلاقيها هنا بعد كده عندي الفرب cut 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 يعني يقطع ويقص الباست منها هي هي نفس الكلمة cut هي هيها cut في التصريف التاني منها كل دي طبعا افعال irregular يعني افعال غير منتظمة بنحفظها زي ما هي مش بنضفلها ولا ed ولا d بعد كده عندي ايه hear الباست منها heard وقلنا heard irregular verb رغم ان اخره d لكنه فعل غير منتظم لان مفروض لو انا هو لو هو فعل عادي كنا اضفناله ed مش d فهو كده irregular verb فعل غير منتظم بعد كده come come يعني ايه يعني يأتي come هتبقى الباست منها came come came عندي بعد كده الverb give give الباست منها gave يعني يعطي بعد كده say الباست منها said say يعني يقول عندي بعد كده write write يعني يكتب الباست منها wrote run run الباست منها ran يعني يجري وفي الاخر throw الباست منها through يعني يلقي او يرمي يلا نشوف اهم الكلمات اللي مرت علينا النهاردة كلمة اخطبوت يعني octopus repeat after me قولوا معايا اكتبوس 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 زبادي اسمه yogurt 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 انديل الباحر اسمه jellyfish 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 رحلة قصيرة trip trip عميق deep 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 وقبة meal 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 مجمد frozen frozen قريبا soon soon عطلت الاسبوع الماضي last weekend last weekend جميل lovely 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 صحي healthy 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 صور photos photos videos video 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 دميات اسمها دمية 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 طبق dish 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 حلوة dessert dessert مرة اخرى again 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 film movie 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 conjugation of verbs تصرفات الافعال اتفاقنا ان عندنا نوعين من الافعال regular verbs افعال منتظمة بنحولها للباست للماضي باضافة ed او d عندنا الفعل live يعيش يعني ايه live الباست منها lived دفنالها d لان اصلا فاخيرها ايه lived remember remembered يتذكر يعني ايه remember remembered دفنالها هنا في الاخر ed irregular verbs الافعال غير منتظمة بنحفظها زي ما هي catch caught catch يعني يمسك او يصطاد catch caught catch caught يغني sing sang sing sang يحصل على have had have بتيجي معنا يحصل على او يملك او يتناول كمان يأكل و يشرب يعني have had feel felt يشعر feel felt feel felt نحفظ تصرفات الافعال كويس expressions and phrases لما قول بجانب البحر اسمها by the sea لما قلنا ان grandpa and grandma lived by the sea سكنين بالقرب من البحر by the sea يوم للذكرى يوم نفتكره a day to remember يحول اسمها make into لما حولت السمكة الطبق جميل make into tasted horrible اما قلت عمها نزقها سيء للغاية الكيكة اللي حط فيها ملح tasted horrible بيقولي هنا في ال vocabulary check ناخد بالي من فيه some words are similar in pronunciation but different in meaning and spelling بعض الكلمات بتبقى نطقها نفس النطق لكن مختلفة في المعنى وفي ال spelling بتاعها زي c و c اللي اتنين بتنطق نفس النطق c لكن c دي معناها يرى و c التانية معناها البحر to 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 دي معناها ايضا او معناها جدا و to دي ليه رقم اتنين by 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 هنا ده حرف جر معنى بجوار او بواسطة و by دي اللي هي الى اللقاء code code ده اللي هو البلط او المعتف و code التانية اللي هي التصريف التاني من الخارج بالفعل كاتش يعني يصطاد او يمسك بيقول لي كمان rhyme rhyme اللي هي القفية معناها the correspondence of sound between the ending of words at the ends of lines in a poem يعني ايه كلام ده يعني القفية دي معناها تطبق الصوت بين نهايات الكلمات في نهايات السطور لما قرأت معكم الباوم القصيدة من شوية شفنا في اخر السطر كل سطرين تلاقي نهايتهم زي بعضها لما قول مثلا blue to song long نلاقي نهاية السطور شبه بعضها دي بنسميها rhyme اللي هي القفية عندنا expressions تانية ناخد بالنا منها كلمة it was fun اما اقول كان ذلك ممتعا it was fun يمرض او يشعر بالمرض اسمها feel sick بجوار البحر اتفقنا اسمها by the sea كثير من السمك lots of fish يشعر بالتعب feel tired يذهب للنوم go to bed يوم لا ينسى a day to remember يشعر بسعادة feel happy للتحلية for dessert استخدمنا هنا حرف الجر ايه for بدلا من instead of بيقول لي خد بالك من كلمة to ان احنا بنستخدمها بشكلين اما بتيجي في اخر الجملة المثبتة بمعنى ايضا وبتيجي قبل الصفات زي ما اخدناها قبل كده في القصيدة بتاعتنا قولنا we saw lots of fish and an octopus too too هنا لما تيجي في نهاية الجملة بالشكل ده يبقى معناها ايضا طيب لما تيجي قبل الصفة قبل ال adjective اما اقول the day was too long اليوم كان طويل اكثر من اللازم يبقى too هنا معناها اكثر من اللازم نفتكر مع بعض past simple tense الماضي البسيط with irregular verse مع الافعال الغير منتظمة عرفنا ان الماضي بيكون من ايه التصريف التاني للفعل بابدأ الجملة بالفعل وبعدين اجيب الفعل بالتصريف التاني زي ما نقول I ate pizza yesterday انا اكلت pizza مبارح لما نيجي نكون سؤال WH question السؤال بدء بكلمة استفهام ابدأ السؤال بكلمة الاستفهام بعدين اجيب فعل مساعد ادي في الماضي did بعدين الفعل subject بعدين الفعل في المصدر ولما نيجي نجاوب بنبدأ بالفعل ونجيب بعدين التصريف التاني للفعل لازم اجاوب في الماضي لان السؤال هو كمان في الماضي what did you do last week and عملت ايه في العطلة اتناهية الاسبوع الماضي جبنا did فعل مساعد وبعدين دو هنا فعل في المصدر لان بعد did او didn't فعل في المصدر لكن لما نيجي نجاوب لازم نجاوب في زمن ايه الماضي البسيط التصريف التاني فقلنا I swam in the sea يعني سبحت في البحر يلا نشوف بقى فهمنا ايه النهاردة هل مع بعض choose a correct answer number one where did you عندي did يبقى لازم بعدها نجيب ايه infinitive يعني مصدر فين بقى نختار ايه ايه اللي هو الفعل go number two we fish last week and استدنا سمك last week and استدنا في الماضي طالما last يبقى ماضي بسيط يبقى نجيب التصريف التاني للفعل فنجيب الفعل caught اللي هو الماضي من catch number three what you eat yesterday what you eat yesterday yesterday في الماضي نجيب فعل المساعد ايه في الماضي اه فعل المساعد في الماضي dead grandpa and grandma live the sea جدي و جديت عايشين بالقرب من البحر بالقرب من البحر يعني ايه by the sea i tired last night الليلة الماضية يبقى ماضي بسيط فين الماضي هنا تمام كلمة felt التصريف التاني من الفعل feel يعني اشعر هنا هنحل مع بعض قطعة عشان نتضرب عليها read the text and answer the question لازم عشان نحل القطعة مصبوط نقرأها الاول كده بالراحة ونفهم هي بتتكلم عن ايه last summer last summer يعني امتى في الصيف الماضي يبقى القطعة دي حصلت امتى الاحداث دي في الصيف الماضي last summer i went with my family to damyata went يعني ذهبت مع أسرتي لدميتا لمحافظة ضميات to see my uncle and aunt عشان نشوف عمي وعمتي they live there by the sea ام عايشين هناك by the sea يعني ايه بالقرب من البحر then we went to the beach بعدين روحنا الشاطئ and swam in the sea وسبحنا في البحر my uncle caught a fish عمي عمل ايه caught a fish يعني سطط سمكة my aunt cooked the fish وعمتي طبخت السمكة we ate the meal اكلنا الواجبة and had a healthy dessert وتناولنا تحلية صحية we felt happy كنت بنشهر بالسعادة we will go again soon early July عن روح بعد كده قريب في اول جولاي اللي هو شهر يوليو بعد ما قرأنا القطع يلا الحل الأسئلة number one we went to damyata in روحنا دمية امتها فاصل ايه في فصول السنة دي اه عرفنا انهما راحوا في الصيف last summer يعني في الصف في الصيف الماضي بقى in summer طبعا دي كانت اول كلمة في القطعة فاخد بالي كويس قوي وانا بحل number two we ate the meal and had a healthy بعد ما تناولنا الواجبة قالوا انهما تناولوا تحلية صحية تحلية صحية يعني ايه a healthy dessert يلا نجاب على الأسئلة دي what did uncle catch uncle catch يعني استاد ايه استاد ايه انكل اه عرفنا انه استاد سمكة he caught a fish اي جملة اكتبها اول حرف فيها يبقى capital وانهاية الجملة نحطه في ال stop where do aunt and uncle live عمي وعمتي عايشين فين سكنين فين اه عرفنا انهما سكنين they live in damyata by the sea عايشين في دميات بالقرب من البحر كده خلصنا اتمنى نكون فهمنا الدرس بتاعنا well done احسنتم تابعوني نكمل باقي المنهج ان شاء الله thank you good bye